دلوقتي خلينا نروح لزمالنا أحمد الحسيني في القناطر الخيرية وانتابع معاه الإقبال الكبير على الحضائق والمتنزهات في أيام العيد صباح الخير جمالة صباح الخير محمد كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأطحى المبارك طبعا نحن النهاردة موجودين في واحدة من أجمل حضائق القناطر الخيرية وهي حضيقة لألوأة الشرق اللي تم رفع قفائتها الفترة اللي فاتت طبعا استقبالا واستعدادا لعيد الأطحى المبارك هنا الحضيقة مقامة على مساحة 13 فدان وإجمالي حضائق القناطر الخيرية بتصل إلى أكتر من 70 فدان بنحو 10 حضائق هنا في القناطر الخيرية نتعرف على مزيد من الاستعدادات لعيد الأطحى المبارك والحضيقة هنا تحديدا لأولئة الشرق مع ضفتنا المهندسة إيمان نصرة وكيل إدارة رأي قناطر الدلتة صباح الخير بش مهندسة وكل سنة وحرك طيب ومناسبة عيد الأطحى صباح الخير كل سنة وحضراتك طيبين شرفتونا لو كلمنا في البداية عن إزاي استعدتوا الفترة اللي فاتت لاستقبال عيد الأطحى المبارك مع إقبال المواطنين وحبهم من هما يقضوا العيد هنا وسط الحضائق طبعا عشان الناس تستمتع بيوم جميل في الجنين وتستمتع بكل لحظة في اليوم بنبقى استعداداتنا قابليها في فترة العمال طبعا بيستعدوا بمنقص إنجيلة لأعمال صناع أعمال كهرباء أعمال سباك تنظيف حمامات طبعا الحفارات بتبقى شغالة برضو طهر المجرى قدام الحضائق بتخلي الجنينة تظهر للزوار بأجمل سوارها علشان إنها تستمتع كويس جدا بكل دقيقة في اليوم اللي يتفسحوا بي إن شاء الله مهندسة إيمان كلميني برضو هنا الحديقة حديقة لقلقة الشرق بتتميز بإيه؟ وكمان هنا في منطقة العاب يعني عايزين نوضح كل ما تتميز به حديقة لقلقة الشرق من حيث الجمال وطبعا الأشجار الندرة وغيرها من الطبيعة الخلاق الحديقة هنا فيها حاجات متنوعة جدا لكل أفراد الأسرة فيه طبعا ملاهل للأطفال يقدروا يلعبوا فيها فيه مكتبة للأطفال برضو يقدروا يقروا كتب فيه طبعا مراكب نهرية ممكن يقدروا يركبوا في الفرع الدميات ويتفسحوا فيه طبعا مسطحات خضرة يقدروا يلعبوا فيها للأطفال فيه كافيتيرية لو حابين يعودوا على الكافيتيرية فيه شلال فيه طبعا فيه حاجات كتير لكل زي ما قلت لحضرتك كله أفراد الأسر يقدروا يستمتعوا بيوم كويس جدا وطبعا عندنا زي ما حضرتك قلت فيه أشجار كتيرة مميزة في الحديقة يعني من ضمن الأشجار دي فيه حديقة فيه شجرة التين البنغالي الشجرة دي طبعا أيام محمد علي هو الوحيد اللي دخلها مصر تقريبا بقالها أكتر من 150 سنة في مصر وشجرة نادرة جدا ومش هتلاقيها إلا في الأناطر يعني طبعا هي شجرة تين البنغالي واحدة من الأشجار المعدودة في مصر لو حابنا نتكلم كمان عن باقي حضائق القناطر الخيرية اللي بتستقبل المواطنين أيضا في أيام عيد الأضحاء المبارك طبعا إحنا عندنا تقريبا عشر حضائق بنبدأ نطور يعني إحنا طورنا سبع حضائق في حضائق لسه ما تطورتش بسجارة الوزارة طبعا بتسعى لتطوير جميع الحضائق فإحنا طبعا في كل حضائقة لها مميزاتها وليها خواصاتها المختلفة لكل زوق من زوق الناس في طبعا حضائقة اليسمين فيها طبعا فيها شلال وفيها نفورة وفيها طبعا زي المساهمة بتاحها اليسمين مزرعة فيها أشجر يسمين كتير وفيها برضو ملايه فيها حاجات برضو لزوق كل واحد وفي حضائقة البحيرة طبعا فيها بحيرة تبع اسمها وفيها برضو مناظر جميلة جدا وفيها برضو مميزات تانية مختلفة وفي حديق تمنيل يعني هي كل حديقة فيها مميزاتها المختلفة اللي تعجب كل ذوق من الناس لو حبينا نتكلم كمان عن الحديقة هنا وباقي حضائق الأقنطر الخيرية بتفتح أبوابها من الساعة كام للساعة كام وفي التحديد كمان يعني في العيد بيتم فتح الأبواب أمام الجمهور والمواطنين الساعة كام احنا بنفتح من الساعة 8 لاستقبال الزوار لحد طبعا بالليل لحد الساعة 11 بيبقى الاستقبال طبعا في الأول بيبقى ضعيف لحد ما بتبدأ الناس تزيد وطبعا أول يوم برضو في أيام العيد بيبقى الاقبال ضعيف جدا على الأساس النح برضو في عيد أطحى الناس بتتباح والناس لست برضو في سنة في سنوية عامة وكده بس الاقبال بيبدأ من تاني يوم يزيد والناس بتبقى موجودة كتير والناس بتستمتع بيوم جميل جدا في الأناطرية هو يمكن فعلا من الساعة 8 بتدينا نشوف توافد المواطنين ودخلهم وافتراشهم للنجيلة والحضائق لو حابين كمان نعرف سر حب المواطنين هنا في حديقة الأولوة الشرق تحديدا عن باقي حضائق القناة للغاية هي ميزة حديقة للغاية الشرق أن هي مساحية 13 فدان مسطحاتها الخضر كبيرة جدا فيها الملاهي فيها المكتبة زي ما قلت لحضرتك فيها الممشا ممشا على فرع دوميات بيركبوا مراكب يتفسحوا فيها مميزات كتيرة عن أي حديقة تانية أو فيها والأشجار اللي موجودة فيها مختلفة برضو والمنظر الجمالي مختلف جميل جدا لأي حد يحب يقعد في مكان هادي يستمتع بوقته المهندسة إيمان نصرة وكيل إدارة رأي القناطر الدلتة بنشكرك شكرا جزيلا مرة تانية كل سنة وحضرتك طيبة زي ما شفنا الحديقة الأولوات الشرق وحضائق القناطر الخيرية المعروفة باسم ستالي الشرقية من حيث أن هي جمال الطبيعة والجناين والأشجار الندرة وطبعا نهر النيل هي كمان لها قيمة تاريخية كبيرة الطل على أناطر محمد علي اللي أنشئت في منتصف القرن التساحتاشر تحديدا تم وضع حجر الأساس لها سنة الف تنينمية تلاتة وأربعين وتم افتتاحها سنة الف تنينمية تمانية وستين تحديدا يوم تلاتين غصص واليوم دو تم اتخاذه عيد قومي لمحافظة القليوبية مكان ما احنا موجودين هنا تحديدا في حديقة لؤلوات الشرق مرة تانية كل سنة وانتم طيبين وعودة لزملائي في الستوديو وكل سنة طيبين بالنسبة عيد الأطحى